مرحبا بكم مجددا متتبعي قناة تعلم والسفيد دائما مع تمارين درس الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب إذا الآن مع تمارين الصفحة الرابعة والسبعون إذن تمري الأول أستعمل الرمز المناسب أصغر أو أكبر وأقارن كل كسرين إذا اللحظوا هنا يا عندنا هد الشكل هذا فعنا فيه ثلاثة أجزاء هما هدو هما هدو لعنا في المعقام والجزء الملون فيه جزء ملون واحد فقط إذن واحد على ثلاثة ثم هنا يا لحظوا شكل قد هدها ولكن وزعناه أو لجزعناه لستهادية الأجزاء هي هذه اللي في المعقام والبسط عنا فيه واحد يعني غير جزء واحد إذن في نظاركم في اللي تيبن أكبر واش واحد على ثلاثة أو لا واحد على ستة إذن طبعا نشوف واحد على ستة كتشغل غير هذا الجزء هذا أما واحد على ثلاثة كتشغل هذا الجزء هذا كامل كيشغله الجزء الملون إذن واحد على ثلاثة أكبر من واحد على ستة ثم هنا يا واحد على تمانية إذن هنا يا هاد الشارت تم تجزء الثمانية ديال الأجزاء ولوناه فقط جزء واحد بهذا اللون الأخضر إذن واحد على تمانية وهنا appropriaga فقط الاربعاد الأجزاء مشي ثمانية ديال الأجزاء ولوناه جزء واحد إذن واحد على أربعة ولكن لاحظوا هذا الجزء هذا مع هذا الجزء إذن فينه اللي أكبر إذن اللي كيبن أكبر هو هذا الجزء هذا اللي باللون الأحمر إذن هو اللي كيبن أكبر وممكن إليه جزءنا هاكذا ركي أكبر من هذا بالضعف كيضو بالهده إذن 1 على 4 أكبر من 1 على 8 ثم هنا عندها الدائرة تتكون من 6 أجزاء 1 على 6 لولنا غير جزء 1 ثم هنا تتكون غير من 4 الأجزاء ولولنا جزء 1 فقط إذن 1 على 4 إذن إلا بغينا نقارنهم فغلقوا هذه هنا يعني 6 الأجزاء هنا غير بعض الأجزاء وهنا جزء وهنا جزء ولكن الجزء الأكبر وش هذا ولا هذا إذن كيبن هذا هو الجزء الأكبر إذن 1 على 4 أكبر من 1 على 6 ثم هنا 1 على 3 إذن القرص أولها الدائرة ووزعناها لثلاثة الأجزاء هما هاها جزء وهاها جزء وهاها جزء وهاها جزء هي هذه اللي في المقام والبسط فيه جزء واحد لملوان 1 على 3 ثم هنا جزءناها لثمانية ديال الأجزاء ولولنا غير جزء واحد ولكن فين الجزء اللي كيبن أكبر وش هذا أو لا هذا إذن طبعا الجزء اللي كيبن أكبر هو هذا 1 على 3 أكبر من 1 على 8 والتولوت أكبر من الثمون ثم هنا الربع أكبر من السودوس ثم هنا التولوت أكبر من السودوس وهنا أيضا الربع أكبر من الثمون ثم هنا لحظوا معي عندنا 3 على 4 هو هذا 3 هي هذه على 4 4 أجزاء مع 2 على 4 2 هي هذه هجزء وهجزء هو هذا اللي في البسط وأربعة هي هذه اللي في المقام إذن الجزء اللي كيبن أكبر هو 3 على 4 لحظه وصل حتى اللي هنا أما 2 على 4 وصل غير حتى هنا إذن 3 على 4 أكبر من 2 على 4 إذن 3 أربع أكبر من ربوعين ثم هنا إذن هنا تم تجزء الشريط إلى 10 أجزاء هي هذه وفي البسط عندي 3 الأجزاء ملوانة ثم الشريط الثاني أيضا تم تجزئه إلى 10 أجزاء وعدد الأجزاء الملوانة هو كم 1 2 3 4 5 هو 5 إذن هنا عندي نفس المقام والبسطين مختلفين إذن البسط الأكبر هو 5 إذن 5 أكبر من 3 و5 على 10 أكبر من 3 على 10 وحتى هنا يا عندي 5 دي الأجزاء هنا فقط غير 3 ثم هنا 1 على 3 هي هذه هي هذه هي جزء واحد من 3 أجزاء غنقرنها مع جزءين على 3 أجزاء إذن الأكبر هما جزءين جزءين أكبر من جزء واحد إذن 2 على 3 أكبر من 1 على 3 والتلوتين أكبر من التلوت نمر الآن للتمرين الثاني إذن أكتب الأعداد الكسريات عندي 5 على 5 3 على 5 2 على 5 على المستقيم العددي ثم أقارنها وأرتبها حسب الرمز إذن هنا عندي الصافر هنا عندي 1 على 5 حيث هذه الشريط رأي مجزء لخمسة أجزاء 3 4 5 هنا 1 على 5 هنا ستكون 2 على 5 ثم من ورها 3 على 5 4 4 على 5 وأخيراً ستكون 5 على 5 المقارنة إذن سنقرن ثلاثة دي الأجزاء لاحظوا سنقرن ثلاثة دي الأجزاء على 5 هما 3 على 5 حد هنا سنقرنها غير مع 2 على 5 يعني غير من هنا أرجعها إذن في اللي كبيرة 3 على 5 أكبر من 2 على 5 ثم 2 على 5 سنقرنها خمسة على خمسة كاملة غير 2 على 5 من هنا الهنا سنقرنها من هنا حتى الهنا إذن 5 على 5 أكبر من 2 على 5 ثم 3 على 5 يعني من هنا حتى الهنا سنقرنها مع خمسة على خمسة يعني من هنا حتى لهنا إذن اللي كبيرة هي خمسة على خمسة ثم سنرتب هاته الأعداد من الأكبر إلى الأصغر إذن اللي غيرتبوها الأعداد اللي غيرتبوه هم هذو اثنان على خمسة ثلاثة على خمسة خمسة على خمسة إذن العدد الأصغر إذن عندهم نفس المقام خمسة 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 إذن أصغار عدد هنا هو للعدد البسط ديالو صغير و البسط اللي صغير هو 2 إذن غن ديرو 2 أصغار من 3 على 5 إذن 2 على 5 أصغار من 3 على 5 أصغار من 5 على 5 لأجزرسس نميرو 3 ترجمة نانسي قنقر تمانية الأجزاء هنا على عشرة الأجزاء ثم هنا عندي ستة على عشرة واحد اثنان تلاتة أربعة خمسة ستة على عشرة إذن فينو الجزء الأصغر عندي هنا إذن طبعاً لتيبالي صغير هنا هو اثنان على عشرة حيث فيه غير جزئين إذن اثنان على عشرة هو الأصغر ثم من بعد منو في اللي تيجي تيجي ستة على عشرة هذا اللي فيه ثمانية على عشرة راتطول من هذا اللي فيه ستة على عشرة إذن ستة على عشرة ثم بعد ذلك تأتي تمانية على عشرة تمانية على عشرة إذن هذا الأعداد كيفما كان لحدو فعندها نفس المقام وباش كيكون نفس المقام العدد الأصغر هو اللي يكون البسط دياله صغير والبسط الأصغر هنا هو إثنان ثم من بعد منه ستة ستة أصغر من تمانية إذن هكذا سنرتب هذه الأعداد الكسرية إذن هكذا نأتي إلى ختام هذا الدرس شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله